في حين ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تعاني في اخذ الامتار الاولى من جنوب لبنان اصدرت المقاومة بيانا تشرح فيه حيثيات المعركة وتفاصيلها البيان موجه على نحو اساسي لجمهور المقاومة الذي يتعرض لأسوأ انواع الحرب النفسية والتضليل في تاريخ الحروب الحديثة والذي يشارك فيه الجيش البريطاني مباشرة بحسب موقع ديكلاسيفايد غرفة عمليات المقاومة كانت الجهة التي كتبت البيان كجهة عسكرية ميدانية لا اعلامية في اشارة الى ان الكلمة للميدان وهذه الغرفة عادة في الجيوش هي المكان الذي اليه تصل المعلومات ويتم فيه اخذ القرارات الميدانية المباشرة وادارة العمليات الحربية اظهرت المقاومة في البيان انها ما زالت تمسك بزمام الامور وتقود المعركة لحظة بلحظة حتى عند خط الاشتباك الاول ولديها ادراك كبير للصورة العامة عن المعركة وهو عامل اساسي في تحقيق اي ناصر العمليات التي عرضها بيان مقاومة من اشتباك مع القوات ثم تدمير دبابة مركابة ولاحقا منع الاسرائيليين من سحب القتلى والمصابين يتطلب تنصيقا عاليا ويدل على احتفاظ المقاومة بعافيتها وقدراتها التنظيمية والقتالية من جهة اخرى كشف بيان المقاومة عن عودة سلاح نوعي للمعركة وهو سلاح المسيرات الهجومية التكتيكية التي يمكن اندادها بانواع مختلفة من الرؤوس الحربية بحسب المهمة في نهاية البيان وفي رد مباشر على الاعتداءات الاسرائيلية على البنية المدنية تحت ادعاءات انها توجد اسلحة في محيط بنى عسكرية للمقاومة قامت المقاومة امطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بالطلب من المستوطنين القريبين من المراكز العسكرية الاسرائيلية باخلاء مساكنهم بعدما قالت ان جيش الاحتلال يستخدم هذه البنى والمساكن لاغراض حربية في شمال فلسطين المحتلة ركز بيان المقاومة اذا على تعزيز التواصل مع جمهورها وتكذيب الادعاءات الاسرائيلية وفرض معادلات تحاول ردع التجاوزات الاسرائيلية تجاه المدنيين وبيوتهم